ذكرتني رزاك الله ألف خير والله هذا يدمي القلوب والله هذا يقطع القلوب لمن كان له قلب أنه ألقى السمع وهو شهيد فأنا والله ما زلت متعجبا ممن استقبل هذا الوفد التجاري الصهيوني هذا ليس وفد إماراتي هذه شركات صهيونية وإن كانت لابس عقلات ولابس كذا وتقول هي الآن الشركات الإماراتية شركات صهيونية كلها إنتاجها واحد وعلاقتها واحدة وتعاونها واحد فأنا أتعجب كيف يستقبل شخص يعني مسؤول على مكاتب أو اتحاد الغرفة التجارية الصناعية والتجارية والزراعية كيف يستقبل هؤلاء المجرمين في بلادنا وهم قتل هو يعلم هو وغيره يعلم أنهم قتلوا أولادنا ورملوا أطفالنا ويتموا صغارنا يعني عدوانهم من نسيه ولم يعرفه عند الكلية العسكرية 32 شاب يعني مسكين لا حولهم ولا قوة في وقت تدريب طلاب هذا باعتراف الدول الأمم المتحدة مش حتى تقول ده اللي فتاة تتبلى عليهم ولا تكذب عليهم القرارات وكذلك في الهجوم الأول واحد عام 14 أكثر من 20 شخص قتلوا وأكثر من 80 شخص جرحوا هذه كلها تقارير دولية ليست تقارير محلية كلها تدين الإمارات بأنها المسؤولة على هذا إني دماؤكم شن دماؤكم ما ألا تسمعون ألا تعقلون أليس فيكم غيره أليس فيكم دين ألا تخافون الله علماء العالم كل الإسلامي مش حتى العلماء ليبيا علماء العالم الإسلامي كله علماء العالم الإسلامي لهم مش بايعين دينهم للسلطان وغلما مشايخ ليبيا في مجلس البحوث من حوالي أسبوعين فقط حتى الحبر لم يجف يعني حذروا الناس المسلمين في ليبيا وفي غير ليبيا أنهم لا يجوز لهم أن يتعاملوا بأي معاملة تجارية مع دولة الإمارات المارقة لأنها دولة معادية شن عليها حروب هي ليست تقولي هناك دولة أخرى نقولك نعم هي في دول أخرى لكن عندنا دولتان لا تخفيان عداءهما عندنا فرنسا وعند الإمارات هذه معلنة وشاركت بسلاحها وقوتها وأموالها ومخابراتها شاركت مشاركة فعلية هاتان الدولتان دولتان توصفان بأنهما محاربتان هذه دولة محاربة الإمارات دولة محاربة لا يجوز أن تستقبلها ولا يجوز أن تتعاون معها ولا يجوز لك أن تتعاون معها أبداً لا يجوز حرام عليك يا رئيس الغور فاتق الله فينا اتق الله في نفسك والله ستواجه مصيدك ولا تفرح بهذه العهود ولا هذه العقود أنت عندك الأموال ما يكفيك يعني بارك الله يكفي مالك لماذا تفسد كل ما عندك بهؤلاء الخبثاء وتستقبلهم وتتعاون معهم وتؤكد علاقتك معهم